التوصية خرجت في إطار أن الكاميرون حالياً فيها ثلاث حالات فيروس كورونا هذه الحالات جاية من الخارج مش من البلد نفسها فبالتالي أمم إفريقيا للمحليين بوجود منتخبات عديدة سواء منتخبات في شمال إفريقي أو منتخبات في غرب إفريقيا وقدامكم على الشاشة ده الخطاب الرسمي النهاردة للاتحاد الإفريقي أعلنوا لكل وسائل إعلام بخصوص تأجيل البطولة إلى أجل غير مسمى لكن توصيات اللجنة الطبية كان رايح في إطار أن الكاميرون قد تزداد فيها الحالات نتيجة إقامة بطولة فيها تجمعات جماهيرية فيها منتخبات وجماهير هتسافر من كل مكان إلى الكاميرون للحضور والمشاركة في هذه البطولة فكان من الأفضل تأجيل هذا الحدث الإفريقي خلال الفترة اللي جاية لكن دون تحديد موعد بديل خلال الفترة القادمة انتظاراً لما ستصفر عنه الأحداث خلال الفترة اللي جاية بالتبعية هذا القرار قد يشمع أخر لكن هيكون ليه دراسة وافية خلال الساعات اللي جاية دائماً بنقولك إحنا في قناة الآله بنحاول نسبق بخطوة بنحاول نشوف من مصادرنا إيه القرارات المنتظر صدورها خلال الفترة اللي جاية هل هذا التأجيل سيتبعه تأجيل آخر لمسابقات الأندية دوري أبطال إفريقيا وكاسو الكنفدرالية خلال الساعات الجاية وارد على فكرة يعني مصادرنا بتأكد لنا أن وارد بنسبة كبيرة أن يكون فيه ترحيل لموعيد السيمي فاينال في دوري الأبطال وكاسو الكنفدرالية من 1.25.95 مباراة الإياب إلى أوائل شهر 6 نفس الأمر هينطبق على مباراة النهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 29 مايو وكاس الكنفدرالية يوم 24 مايو إذا تأجلت مباراة السيمي فاينال بالتبعية هتؤجل مباراة الأدوار النهائية في دوري الأبطال أو كاس الكنفدرالية أيضا الأمر ده هيكون متعلق بتوصية من اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقي لكن المؤشرات كلها ومن مصادرنا كان الكلام في البداية على كاسرهم الإفريقية للمحليين إلغاء المغرب إلى المعسكر المعسكر اللاعبين ويطاء اللاعبين أجازة حتى نهاية تمارس وأوال إبريل نفس الأمر في ليبيا إيقاف النشاط المحلي في غانا في الجابون في توجو في بعض الدول الإفريقية إدى مساحة وأريحية للاتحاد الإفريقي أنه ياخد القرار مع توصية اللجنة الطبية راحة اللاعبة الفترة الجاية ده أكيد هيتبعه فكرة لازم تؤجل مصابقات الأندية الإفريقية لأنه ما فيش مساحة وقت اللاعبة ترجع وتستعيد نشطها البدني أو تستعيد لياقتها البدنية والفنية في المرحلة اللي جاية قصة أن زيادة المدة وتعليق النشاط لمدة أطول بالتأكيد هيتبعه ترحيل لموعيد لفترة أطول وده اللي النهاردة الاتحاد الأوروبي يخده في قراراته متعلقة بدور أبطال أوروبا والأوروبا ليج الاتحاد الأفريقي خلال الساعات اللي جاية هيبقى فيه نفس الأمر بالنسبة لمباراة الأهل والوداد والزمالك والرجاء برامز وحراك وناكري نهضة بركان وحسنية أغادير المغربي سواء في دور الأبطال أو كأس الكنفدرية ده هيحصل خلال الساعات اللي جاية لأنه خلاص الأزمة أصبحت أزمة عالمية الرياضة وكرة القدم تحديدا للأسف تعرضت لي طعنة مباشرة بسبب هذا الفيروس كرة القدم في العالم الكل بيتعرض لهذا الموضوع والكل بيناقش هذا الموضوع الفترة الجاية عشان يعني قدر الإمكان صحة البني آدم وصحة أي بني آدم أهم كتير جدا من أي أحداث رياضية وتصريح يورجون كلوب بتحديدا في هذا الأمر كان تصريح مميز جدا ومن أولي تصرحات اللي خرجت في هذا الشأن وقال يورجون كلوب في تصريحاته أن كرة القدم في العالم أو الرياضة في شكل عام دي متعة من متاع الحياة لكن في نفس الوقت صحة أي بني آدم أهم كتير جدا من كل هذه المتاع وفي نفس الوقت لازم نحافظ على صحة الإنسان لأن الرياضة أو الكرة أو أي لعبة أولمبية الفترة الجاية أكيد سهل جدا أنك تحدد لمع وعيد ويجي وقتها وتتلعب لكن صحة البني آدم لا تعوض طيب مزيد من التفاصيل عشان برضو نتابع الأحداث ونشوف هل في خلال حتى الربع ساعة دي فيه قرارات صدرت أو فيه أي جديد معي على الهاتف المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماس الحديث المهندس شريف مسائل خير عليك وأهلا بحضرتك مسائل نورة أساس محمد طبعا كنا نتكلم مع بعض الأسبوع اللي فات بخصوص موضوع فيروس كورونا وتأثيره على الرياضة بشكل عام وهل هناك قرارات متعلقة بتعليق النشاط أو اللجنة الأولمبية الدولية تتخذ قرارات في هذا الشأن كل يوم الأحداث متسرعة وكل يوم في جديد أو كل ديئة في جديد